السلام عليكم أخي كيف تبيع تليفون أعطيك؟ وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا أخي كل شي موجود أعفك أخي أخي أخذني التليفون يكون جيد لا تريد أن يكون بحل الميت 30 من هواوي وتكون لديه أكران كبيرة جيدة وخاوية لا تريد أن يكون فاول لا تقبل فوق الواصل لا تريد أن يكون خاوية الأكران لا تريد أن يكون جيدة ويقوم بحل الروسسور لا تريد أن يكون جيدة وفي البطخة التليفة وفي البطخة التليفون وحيث بأخير إن كانت تحديثين جيدة وعندما لا نعتبر ما يريد أن يكون كل شيء لا تريد أن ترد أن نريد أن نفعل ولكن، عندما لا نستطيع أن نريد أخير أهم نحن المبطخة لا تريد أن تقبل بطخة التليفون المهم أساسي أمerecht أن يستخدمون أبلاً أبلاً للنفعة إلى 4000 مليون موى ويقوم بطخة الشحن يكون سريع انا مشاعلين ان اقوم بقيت الى نفسه اذا اقوم بقيت الى نفسه لان اقوم بقيت الى نفسه اعرفك اخي اشوفي هذا المواصفه كامل و اقولي الى نفسه و اشجعله مرحبا اخي الى نفسه و اشجعلت التامان اخي اعاكك تمان 6000 درم قلت لكم اصدقائي كين الهاتف في هذه المواصفه كاملين و اقوم بقيت الى 3000 درم اريد ان اتعرفك اكثر على هذا الهاتف اخليكم معنا ماشينا السلام عليكم اصدقائي معكم تيتو الاتف اللي سوف نحضروا الي اليوم هو هواوي Y9A اللي كانتون غالبا 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 يكون مالك الفئة المتوسطة لان فعلا هواوي تمرد ولا تموت ولكن قبل ان نبدأوا نحضروا الى الفيديو اتمنى تشاركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتضغطوا على زر الاعجاب خصوصا زر الاعجاب لان التفاعل الي لكم انتوما هو اللي يمكن الفيديو يصل لعدد اكبر من الناس وشكرا مسبقا هذا هو واحد القادية اصدقائي باش ما يقعش لوبس هذا الفيديو هذا سوف نرى فتح الصندوق ونطبعه اولي على الهاتف Y9A وما غاليش يكون فيديو مفصل لان من بعد سوف نضروا فيديو اخرين مفصلين على الهاتف ان شاء الله هنضروا فيديو على التصوير وفيديو على الالعاب وغاليش يكون فيديو مفصل ان شاء الله كما قلت لكم سوف نضروا فيديو اذا اللي اخوان بدأوا الانبوكسين ديالنا بتحل العلبة طبعا اول حاجة غالي يلقاوها هو الهاتف الرائع ديالنا huawei Y9A كما كتشوفو كيجيب كاميرا باللور ربعية اللون دياله رائع لما هذا كيجيب البيض بالغوز طبعا الشاشة القتام كتشي بلا نوتش بلا تشي حاجة مهمة كما كتشوفو اللون دياله الرائع اللون الصراحة رائع كين الوان اخرى خليو الهاتف الهجم طبعا هنا هنالغيشاء شفاف كيجيب السيليكون باش تحميل الهاتف ديالك ونضروا الهاتف وهذا الشارجور 40 واط المعروف ديال هواوي هذا خاصة حلقة بوحدة الشارجور لان فالفئة السعرية مستحيل غادي تلقى تشاريك كتحط لك كتحط لك بعدها شارجور 40 واط وكتحط لك في العلبة يعني الشارجور كين في العلبة ما تحتاج تشاريك وعد الشارجور اللي هو 40 واط وطبعا غادي تلقاه السلك الشارجور وليزيكوتر والسماعات كيف ما كتعرفوها صديقائي في كل هاتف كان الخمسة اللي حويج يجب ان يكونوا مزيانين في اي هاتف وطبعا نظن ان هذا لبقعد الخمسة اللي اللي كنحتاجهم في اي هاتف احنا غادي نفصله في يوم ونكتشفه بالوحدة بالوحدة ان شاء الله اول حاجة وهي تصميم والهاتف يجيب تصميم رائع جدا ويجيب تصميم قريبا بزاف الاخوه الكبير اللي هو امبراطور الهواتف اللي هو الميت 30 برو الهاتف منشد وفي الهاتف تحسس بالهاتف انه برينيوم يعني تحس بانه مخادمين على الدزاين مزيان دزاين دياله ما نقدر نقول عليه هو من غير انه رائع وبركة انه يشبه الميت 30 برو للثامن والاضعاف لهذه الهاتف طبعا كما تشوفه جوانب ومدير بلاستيك ولكن نظن انه يمتع المادة اللي يعتبره المنظر رائع جدا لا نظن انه يمتع الهاتف لديه منافس في الفئة السيارية لا نظن نهائيا شوفوا الهاتف رائع شوفوا اللون دياله يعني لا نظن انه يمتع منافس في الفئة السيارية الثاني حاجة نضع عليها هي الشاشة والإيقرق نفقه يجب ساشة LCD مفاتش نوتش والمقاس 6.63 اللي هي الشاشة كبيرة والشاشة اخواني هنا واخر شاشة LCD تجيب سوطع ممتاز وتجيب ألوان لزوينة بثافة والشاشة تجيب full view display LCD 1080 2400 بحجم 6.63 بضيقة 403 ببي والشاشة تشكل 92% بحجم الهاتف الثالثة والثالثة لديها هي الأداء وهاتف YNA يأتي من المعالج Helio G80 معدل من طرف هواوي وأكد على هذه النقطة معدل من طرف هواوي طبعا الأداة كما تشوفه PUBG وهو سيريس قد تلعب PUBG انت مرتاح اما بالنسبة Call of Duty تلعب على كالترية موين والفريقينة مجلية LB وطبعا الهاتف يجب رام 8 جيجا وبسعة تخصينية 128 لكي يعطيك أهداء ثابت وثالث وطبعا الرابع سوف نضع عليها هو هو Huawei YNAF A يجب واجهة MUI 10.1 وقال يا إخوان ماذا تدوينا على الواجهة الكثير من الناس يشكون خدمات جوجل وانا صراحة لا أعرف كيف لأن هذه الهاتف تتوفر على LBP Galerie التي يوجد فيها الأغلبية للتطبيقات الأغلبية للتطبيقات الموجودين في LB Galerie ومن الفوق هناك Petal Search Petal Search التي يوجد فيها التي نستطيع أن نبدأ منها تقوم بها أبليكيات جوجل والأبليكيات التي لا يوجد في LB Galerie مثل فيسبوك واتساب مثل ميسنجر مثل انستغرام مثل جوجل Call of Duty PUBG يعني أبليكيات جميلة هذه الواجهة هي الأجمل والأقوى التي تقدمها هواوي حاليا وطبعا سوف ندخل النقطة الخامسة والتي هي أهم نقطة بالنسبة لي وهي الباتري وكما ترى في الإنبوكس التليفون يأتي مع الشاحن 40 واط والباتري يأتي بسعة 4200 ميلي أمبار هذه الشاحن الأخوان سريع سريع بحيث يمكنك أن تحل جهاز من 0% إلى 70% في قريبا نصف ساعة فقط والبصمة تأتي جانبية وهي سريعة وسريعة جدا من الملفة من الأسفل يأتي كيف يأتي الملفة تايب سي وكنت بلسة الشريحة وكنت بالسبيكر وكنت بالميكرو من الفاق يعيét بلسة وكنت بلسة الكاميرا من الجانب الأيمن طبعا البطان و البصمة الكاميرات سوى اللور الرباعية سوى الكاميرا الأمامية إن شاء الله كما قلنا سنجعلهم فيديو مفصل فيديو خاص بالكاميرات وطبعا هاتف بقاعد المواصفات التي اتكرنا ويجيب تعمل تقريبا 2900 درهم نظن أن ناقلات تليفونات التي قدروا تخلط هذه الخلطة بهذا التعمل نتمنى أن نتسلم أن ترى الفيديو الخاص بالتصوير والفيديو الخاص بالألعاب والفيديو الخاص بالمراجع الشامل الهاتف نتلقى في الفيديو الشاي إن شاء الله تلعوا لي يا فرقسكم تلعوا